طيب لما نجي نتكلم عن الفيلم والفكرة وإزاي ابتدت معاك الفكرة وكل التفاصيل بقى الفكرة ابتدت هو طبعا أنا بنت سهيرة عبدالقادر يعني الفكرة عشان كده جاء خلاص عرفنا يا جماعة هي السبب في كل حاجة هي المنتر بتاع الموضوع ده فطبعا هي بدأت أولادنا من 8 سنين وانا بقى بشوفها بتعمل ايه ويعني حاجة مبهرة جدا فجات لي الفكرة يعني انه طب هو احنا نوصل ازاي للمجتمع يعني ازاي نرفع الأوارنس والوعي لكل الناس يعني بس كمان يعني عايزة أخاطب الأطفال لأنه هما دول أول حاجة يعني احنا جبرنا وعندنا أفكارنا بس الصغيرين بقى ممكن نبتدي ان احنا نرفع الأوارنس بتاعهم فأول حاجة جات انه عن طريق كارتون لأنه كلنا واحنا صغيرين الانيميشن ده حاجة بالنسبة لنا هي أسهل حاجة بتوصل لنا وطول الوقت عاديين وتمنجري وكده فأولت ليه ما يبقاش فيه شخصية زي بقى سوبرمان والحاجات دي بس هي الشخصية دي اللي الناس بتبصي لها وبتقلدها تكون هي دي والمنتر لحاجات كتير تكون شخصية من أولادنا اللي هما مميزين بطل خارج مثلا؟ هو مميز ان هو مختلف بالنسبة للناس احنا بنشوفه مختلف بس هو مميز جداً فلو هتشوفه يسو هو تكلمين عنه يعني الشخصية بتاعته عبارة عن ايه؟ الشخصية بتاعته حتى لما بدنا نعمل فيلم في الأول أول جزء اللي هو من سنتين ما كناش عارفين طب هنعمل ايه ايه القصة اللي هي تبقى برضو يعني توصل فابتديت اقول طب احنا بدلا ما نقلف ما احنا نجيب حد ويقعد يحكي لنا فدعيت لبيتي مادام ايمان الجميلة اللي هي مامة كريم وكريم وجينا وقعدنا وكانت المخرجة معنا وابتدينا ان احنا نشوف ونسمع منها قصص وقلنا لها احكي لنا هو ده كريم اللي بيعمل المشغولات اليدوية ايوة بالظبط اه وحتى اخدنا منه بالظبط وهو عنده سماعة جميلة كده وبيلبس ندارة احيانا فاحنا بالظبط كان يعني الشخصية طالعة قريبة من شكله جداً وحتى هو لما شاف الشخصية فرح قوي وقال انا ايه سوء كده فكان جميل فدي كانت البداية وفعلاً احنا اخدت الستوري اللي هي قالتها بالظبط وتحطت في الفيلم وتلعت جميلة جداً وبعدين بقى بعد سنة كده استنينا شوية وبعدين عملنا اللي هو سوبر إيسو طبعاً بشكر المخرج اللي تعاون معي خالد عبدالعليم وكاتب الحقيقة يعني محمود صبر كل حد بيعني حاجة زي كده بتلاقي الناس كلها تطوعت وعايزة ان هي تعمل يعني محمود بجد انا كلمته محمود صبر ما عرفوش كلمته قلت له انا عايزة عمل قصة بس المرة دي عايزة دخل شخصية كمان فدخلنا النملة فهو اخترع كده ألف قصة لذيذة جداً عجبت الأولاد قوي وشريف حمدان الموسيقى برضو عملها كده تطوع فيعني بجد وياسمين موسيقى بجد